لو لك كنت أباءً يا رب أو فاسقًا أو شقياً والمرء من غير دينٍ يا رب لم يسوى في الكون شيئًا يا رب والمرء من غير دينٍ يا رب لم يسوى في الكون شيئًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم في حلقةٍ جديدة من عقيدتنا تكلمنا في الحلقات السابقة عن العقيدة الإسلامية وعن موضوعاتها وعن حاجة الإنسان إليها موضوعنا اليوم هو أثر العقيدة في السلوك الأسس الإيمانية أو القواعد الاعتقادية هي أساس الالتزام الأخلاقي والسلوكي فكل ركن من أركان هذا الدين وكل ركن من أركان العقيدة له أثر على نفس الإنسان وله أثر على سلوكه لأن القرار من الإنسان يبدأ من خلال قناعاته ومن خلال أفكاره من خلال عقائده فأي تصرف للإنسان؟ ننظر إليه إذا كان حسناً هذا ينبع من عقيدة صالحة أما إذا كان هذا التصرف سيئاً إذا صدرت من الإنسان القتل والسرقة وغير ذلك فهناك مشكلة في عقيدة الإنسان كيف يتصرف هذه التصرفات؟ فإذا العقيدة لها أثر ويمكن أن نلاحظ العقيدة من خلال أفعال الإنسان ومن خلال سلوكه في الدنيا لذلك الإسلام كان يركز على العقيدة والقرآن اهتم كثيراً بالكلام عن الله وعن اليوم الآخر والكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى دعانا الإسلام إلى أن تكون هذه العقيدة قوية في نفس الإنسان المؤمن لأنها تحفظ الإنسان من التخبط في تصوراته أو الإنحراف في سلوكه فالعقيدة أشبه ما تكون بربان السفينة توجه الإنسان توجهه إلى الخير توجهه إلى الصلاح في أعماله وفي سلوكه بل في سائر معاملاته فالعقيدة تؤثر على السلوك سواء كان هذا السلوك الإنسان في بيته أو في معاملاته أو في أخلاقه مع الناس أو في سائر أعماله بل هذه العقيدة تؤثر على حياة الإنسان كلها في سائر الأشياء تؤثر على موقف من الإنسان حتى من الحيوان حتى من البيئة كيف يحافظ ويعمر هذه الأرض من خلال عقيدة صالحة تدعوه ليعمر هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أثر هذه العقيدة وبيّن لنا ثمرات العقيدة وهي الأعمال الصالحة فقال سبحانه وتعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها هذه العقيدة الطيبة عقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى عقيدة الإنسان المؤمن عقيدة الإنسان الموحد ضرب الله مثلا ما هذا المثل كلمة طيبة هي كلمة الإيمان هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى كشجرة طيبة مثل الشجرة ننظر إلى الشجرة الشجرة لها جذور راسخة في الأرض هذه الجذور تؤثر في الأغصان تؤثر في الثمار فتؤتي الشجرة هذه الكلمة الطيبة الشجرة الطيبة تؤتي الثمرات الطيبة الإنسان ينعم بخيرات هذه الشجرة إذا كانت ثابتة وراسخة في الأرض كذلك الإنسان المؤمن إذا تمكنت هذه العقيدة راسخة في قلبه متمكنة تسيطر على قلبه وعلى شعوره لذلك تظهر الثمرات الطيبة من خلال سائر أعضائه من خلال كلامه الطيب من خلال تصرفاته الحسنة من خلال الآداب التي تظهر من خلال حسن المعاملة من خلال المحافظة على العلاقات فيما بينه وبين ربه وبينه وبين الناس فهذه هي الكلمة الطيبة التي لها ثمرات طيبة أما الكلمة الخبيثة أما الكفر أما البعد عن الإيمان هناك مثل آخر ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار شجرة قطعت عن مصدرها عن أساسها ليس هناك لها رسوخ ليس هناك تأثير في التربة ليس لها جذور كذلك الكلمة الخبيثة كذلك الكفر كذلك عدم الإيمان كلمة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار هذه الشجرة الخبيثة مثلها كمثل الإنسان الذي يحمل عقيدة فاسدة الذي لا يحمل الإيمان الصحيح الذي يصحح للإنسان تصوراته الذي يصحح للإنسان أعماله لا يكون هناك وازع يدفع الإنسان للأعمال الطيبة الصالحة الإسلام أيها الإخوة جعل رقيب للإنسان في داخله في قلبه وهو عقيدة الإنسان لو تصورنا حاليا لا يمكن أن يكون هناك رقيب على كل إنسان كل قوانين الدنيا تعجز أن تجعل رقيبا أو شرطيا على الإنسان بدنا نحاسب كل إنسان على تصرفاته نراقبه لا يمكن أبدا ممكن الإنسان يتصرف إذا خلا وحده ممكن الإنسان يغافل الرقيب ولكن كيف إذا كان الرقيب من داخل الإنسان عقيدة إيمان هذا الرقيب في قلبه هذا الرقيب من خلال الاعتقادات التي يحملها هذا الرقيب أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك فالله سبحانه وتعالى هو يراك فإيمانك عندما يترسخ في نفسك بأن الله سبحانه وتعالى يطلع عليك وأن الله سبحانه وتعالى قريب منك وأن الله سبحانه وتعالى معك وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك لذلك يستقيم حال الإنسان ويستقيم سلوكه في سائر تصرفاته لذلك في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أثر أو بعض ثمرات الإيمان في النفس بعض ثمرات هذه العقيدة الصالحة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام المعروف سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل قال ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين رجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال كل الإغراءات موجودة ماذا قال؟ قال إني أخاف الله رب العالمين قد يكون في غفل عن الناس يستطيع أن يغافل أي إنسان ولكن قال ما قال أخاف فلانا أخاف التصوير أخاف فلان يتكلم عني أخاف على نفسي قال إني أخاف الله رب العالمين هذا رقيب في نفسه هذا لا يحتاج لا لكاميرا ولا يحتاج لمن يراقب فعله لأنه يراقب نفسه من خلال هذه العقيدة التي في قلبه هذا جعله يستقيم في معاملته مع الناس ويستقيم في فعل الخير وفي فعل الصلاح في حديث آخر للنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا كذلك هذا الواعظ في قلب الإنسان المسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى كنفي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها ستور مرخات وداع فوق الصراط ينادي استقيموا ولا تعوجوا وداع من جوف الصراط يقول إذا أراد أن يفتح بابا ويحك لا تفتح إنك إن تفتح تلج ويحك لا تفتح من أين جاء هذا النداء ما سمع صوت من الخارج ما جاء إنسانه قال له لا تفتح هذا الباب وإنما هو هذا نداء الإيمان هذا أثر العقيدة هذه العقيدة الراسخة في قلب الإنسان هذا إيمانه الجازم في قلبه إذا أراد أن يفتح بابا من أبواب الشر إذا أراد أن يفتح بابا من أبواب السوء إذا أراد أن ينطق بكلمة إذا أراد أن يمشي إلى حرام إذا أراد أن يفتح بابا من أبواب السوء ويحك لا تفتح إنك إن تفتح تلج هذا الباب هذا هو باب المحصية هذا باب محارم الله سبحانه وتعالى هذا الباب حدود الله سبحانه وتعالى جعل لك حدودا فلا تتعدى هذه الحدود فهذا النداء الإيماني اللي هو مع المسلم في كل حال مع أحواله لا يتركه أبدا لأنه تمكن في قلبه فتنمية العقيدة كل ذلك ينعكس على حياة الإنسان وعلى سلوكه على يده على سمعه على بصره على منطقه لا يتكلم إلا بالكلمة الطيبة لا يتصرف إلا التصرفات التي فيها خير وفيها نفع للناس فأثوا العقيدة الطيبة يعم أيها الإخوة عقيدة في القلب ولكن كيف نطلع على هذه العقيدة كيف يمكن لنا أن نشاهد يقول لك فلان صالح العقيدة أو فلان مؤمن بدنا دليل على إيمانه هو سلوك الإنسان هو أخلاق الإنسان إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب حتى إذا خلوت وحدك لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب هناك من يراقب عملي ومن يراقب فعلي ومن هو مطلع علي فالعقيدة أيها الإخوة صمام أمان فيها حفظ للإنسان فيها حفظ لجسده فيها حفظ لأخلاقه فيها حفظ لمعاملاته فيها حفظ لإخوانه فيها حفظ لأسرته فيها حفظ للمجتمع فيها حفظ للبيئة الإيمان هذا يفيد والله خيرا على الناس وعلى المجتمع مجتمع وأول ما يفيض على صاحبه لذلك القرآن عرض لنا هذه العقيدة بإسلوب عقلي ووجداني تفيض بالقوة وبالثبات وبالعسوخ وإذا نظرنا لكل ركن من أركان الإيمان كل ركن من أركان الإيمان له أثر على السلوك وكلما نقرأ آية تتكلم وتدعون إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى تدعون إلى الالتزام بالسلوك الصالح تدعون إلى الأخلاق الطيبة تدعون إلى الاستقامة تدعون إلى العمل الصالح بل إن الآيات القرآنية أكثر الآيات القرآنية تربط دوما مع العمل الصالح في إيمان في عمل صالح والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة الحياة الطيبة للإنسان المؤمن عمل صالحا من ذكرنا أنثى وفي عنده إيمان ثابت في قلبه في عنده اعتقاد صالح بربه سبحانه وتعالى في عنده اعتقاد بيوم الحساب في عنده اعتقاد بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء رحمة وجاء هداية وجاء بالوحي وجاء بالخير والهداية للناس لو قرأنا بعض أصول الإيمان كيف يكلمنا الله سبحانه وتعالى عن نفسه عندما يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم نقرأ هذه الآية تتكلم عن الله الله لا إله إلا هو هو حي وهو قيوم هي عقيدة وتدعو الإنسان انتبه فالله سبحانه وتعالى حي وقيوم عليه الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم الله سبحانه وتعالى معك وتوكل على الحي الذي لا يموت بدك تلتجئ لمن تلتجئ إلى الحي الذي لا يموت لا تلتجئ إلى إنسان يموت فتصحيح للعقيدة وتصحيح للسلوك فالاعتقادات تصحح سلوك الإنسان الله سبحانه وتعالى عندما نقرأ عن صفات الله أن الله سبحانه وتعالى سميع وأن الله عليم كيف يؤثر ذلك في نفس الإنسان وفي سلوكه إذا علم الإنسان إذا تكلم كلمة الله سبحانه وتعالى يسمع هذه الكلمة حتى قد تكون مناجأ بينه وبين أخيه قد تكون كلمة تكلمها الإنسان لم يسمع أحد غيره ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يسمعها والله مطلع على ذلك والله يعلم ذلك ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما خول بن ثعلبة زوجة أوس بن الصامت جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو إليه وتقول يا رسول الله نثر بطني وأكل شبابي يا رسول الله حتى إذا كبرت يا رسول الله تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ظاهر منها السيدة عائشة رضي الله عنها كانت في طرف البيت في جانب البيت في نفس الغرفة في نفس المكان فتقول جاءت خولة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو إليه وتجادله قال وأسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه سبحان من وسع سمعه الأصوات سبحان من وسع سمعه الأصوات سمع كل شيء قالت أنا كنت أسمع بعض الكلام ويخفى علي بعض الكلام فنزل قوله سبحانه وتعالى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما سمع الله لهذا الحوار بين إمرأة تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الله سمع عليم فهذه الصفة ونحن نقرأها أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير وأن الله سبحانه وتعالى سميع عليم وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير كل صفة من هذه الصفات لها أثر مباشر في سلوك الإنسان كيف يمكن لإنسان مسلم وموقن بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير أن يظلم كيف يمكن لإنسان أن يسرق ويعلم لو أنه كل الأجهزة وكل الأدوات وكل الكاميرات لن تستطيع أن تكشفها وهو يعلم أن الله يعلمه وأن الله مطلع عليه وأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء كيف يمكن أن يفعل ذلك إذا كان في عنده هذا الإيمان فتنمية الإيمان في نفس الإنسان وتنمية صفات الله سبحانه وتعالى والإيمان الصادق الصحيح القوي الراسخ في نفسه كل ذلك والله سينعكس على حياته وفي سلوكه مع الناس وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض لا في شيء يعجز الله سبحانه وتعالى مهما فعلت اعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير آيات التي تتكلم عن اليوم الآخر الله سبحانه وتعالى يحذر الإنسان يدعو إلى الإيمان باليوم الآخر ومع ذلك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الإنسان المسلم قل لك أنا صاحب إيمان اتق الله في يوم سترجع فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت ما ستكسبه في هذه الدنيا ستحاسب عليه وهم لا يظلمون ليس هناك أي ظلم لهذا الإنسان فاتق ذلك اليوم الذي ترجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون أي شيء كان عندك لن ينفعك إلا من أتى الله بقلب سليم كأن يقول لك كن من أصحاب القلوب السليمة أصحاب القلوب المؤمنة أصحاب القلوب المؤمنة بالله سبحانه وتعالى لأنه لن ينفعك المال والبنون اللي جمعته وإنما ينفعك القلب السليم الخالص لله سبحانه وتعالى ينفعك هذا إيمانك الذي معك الذي يحفظك في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى ضعب لنا عدة أمثلة تبين لنا آثار الإيمان في حياة الإنسان اذكر لنا أعمال صالحة سبب هذه الأعمال الصالحة هو الإيمان في قلب صاحبهم ثم يذكر لنا بعض الأعمال وبعض الفساد ما هو سبب ذلك؟ فإذ به عدم وجود الإيمان في قلب صاحبهم يقول ربنا سبحانه وتعالى عن المؤمنين قد أفلح المؤمنون يعني إنسان عندما يسمع هذه الآية قد أفلح المؤمنون من هم هؤلاء؟ ما هي تصرفاتهم؟ كيف هي حياتهم؟ ما هي أخلاقهم؟ ثم يعدد لنا آثار الإيمان السلوكية والأخلاقية فنجد عندهم بذل وعندهم صلاة وعندهم خشوع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفعوجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فإذن بيّ لنا بالبداية إن أهل الفلاح هم المؤمنون من هؤلاء؟ ما هي أخلاقهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في خشوع هذا دليل الإيمان من الذي يخشى؟ الموقم بالله سبحانه وتعالى وقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى بخشوع بسكينة بطمأنينة لأنه في إيمان في قلبه لأنه عندما وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى استحضر أنه يقف بين يدي الله فخشع قلبه وخشع الجوارحه لربه سبحانه وتعالى والذين هم عن اللغو معرضون لا يمكن أن يخوت في أي حديث جالسين في أحاديث الناس وفي غيبة وفي نميمة وفي لغو كلام لا معنى له بشرة يعرض في عنده واعظ في قلبه واللي هو الإيمان الذي في قلبه هو الذي يحفظه عن اللغو يعرض بسبب هذا الإيمان والذين هم للزكاة فاعلون بيخرج شيء من ماله يقدم جزءا من ماله هذا يحتاج لإيمان فهذا أثر من أثار الإيمان الطيبة في نفس الإنسان المسلم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين هذا أثر الإيمان الطيب هذا أثر العقيدة الصالحة في النفس على الجانب الآخر أيها الإخوة يقول عبنا سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسعون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين تحذيع ويل للمطففين في المعاملة في البيع والشراء ما صفات هؤلاء الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون يشتري من إنسان يزيد في الوزن وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إذن الإيمان يظهر كذلك في المعاملة ثم بيّن سبب ذلك ربنا سبحانه وتعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم هؤلاء لا يقنون أن في يوم حساب فلذلك عندما ننظر لإنسان يسرق أو هذا يقول له يا أخي ما أنك مؤمن بالله ما أنك مؤمن باليوم الآخر عندما يجد إنسان يغش يكذب يقول له يا أخي ما أنك مؤمن بالله فأثر الإيمان في النفس قد يظهر حتى في المعاملة في البيع وفي الشراء فأثر الإيمان أيها الإخوة على السلوك أثر عظيم يظهر في حياة الإنسان نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المؤمنين الصادقين نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا إنه سميع قريب مجيود دعاء والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة